قلق دولي متزيد من تفاقم الاوضاع السياسية والاقتصادية في بلد تكالبت عليه الازمات من كل حدب وصوب ومبادرات دولية تسعى للمساعدة او تحاول على اقل تقدير ابداء قلقها من تفاقم الاوضاع وزارة الخارجية الامريكية اعلنت مؤخرا انها سترسل مسؤولا رفيعا الى لبنان ليعرب عن قلق الادارة الامريكية حيال تدهور الاوضاع السياسية والاجتماعية فيه ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الامريكية للشؤون السياسية هو المبعوث الى لبنان ليكون ثالث اعلى مسؤول في الخارجية الامريكية يزور بيروت مخاوف واشنطن من استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عموم لبنان هي الرسالة التي يحملها هيل لبيروت فضلا عن المأزق السياسي الذي يساهم في هذا الوضع المتدهور هيل وبحسب خبراء سيحاول الضغط على المسؤولين اللبنانيين وزعماء الاحزاب للتعاون وتشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والادارية هذا ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا فقدت خلاله اللير اللبنانية اكثر من 85% من قيمتها وتخلفت الدولة في اذار مارس من عام 2020 عن دفع ديونها الخارجية التي تقدر بالمليارات ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض علقت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر وكيفية وضع الاصلاحات قيد التنفيذ فهل سينجح المسؤول الاميركي في مسعاه المعلن؟